موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الحلقة حول باب في أنه لا يكون شيء في السماء والأرض إلا بسبعة وهذا من الأبواب في كتاب التوحيد من كتاب الكافي الشريف إن الذين يدعون الإسلام سواء كانت دعاؤهم بحق أو كان انتحالاً للإسلام هؤلاء اختلفوا في كثير من المسائل العقائدية اختلفوا في هذه المسائل العقدية اختلافاً شاسعاً والسبب في ذلك أنهم أن الأكثر تركوا التمسك بالثقلين فظلوا وأضلوا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وصى الأمة بالتمسك بالثقلين كما ورد في متواتر الروايات التي روتها العامة والخاصة إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي والرسول كرر هذه الكلمة بألفاظ مختلفة في مواطن عديدة ولذا هذا الحديث روية بألفاظ متعددة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كرر هذا المعنى وأكد على هذا الأمر ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا لكن الذي حدث أن الأكثر لم يتمسك لا بالقرآن ولا بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام فقسم أخذ القرآن وجعله عظين الذين جعلوا القرآن عظين يعني يرى آية ويترك آيات أخرى يرى الآية المتشابهة ويترك الآية المحكمة أو يجعل الآية المحكمة متشابهة والآية المتشابهة محكمة فيعكس الأمر فخلطوا بين الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه ونظروا إلى جانب من القرآن وتركوا جانب آخر والجانب الذي نظروا إليه قد فسروه أحيانا تفسيرا مغلوطا بشكل غير صحيح فلذلك ظلوا وأظلوا فهذا سبب عدم التمسك بالثقلين سبب ظلال الكثيرين فنشأت من ذلك الفرق المختلفة من جملة المسائل العقدية التي اختلفوا فيها وظلوا عن سواء السبيل مسألة أفعال الإنسان وأيضا ما يقع في هذا الكون قسم ظلوا فاعتبروا أن الإنسان في أفعاله مفوض تفويضا كاملا لا عمل لله سبحانه وتعالى إطلاقا في هذا الجانب ففي بعض الأحاديث التعبير عن هؤلاء المفوضة بأنهم عزلوا الله عن سلطانه يعني يزعمون أن الله سبحانه وتعالى لا دخل له في مجموعة من الأمور تقع في هذا الكون هؤلاء المفوضة فظلوا من هذا الجانب وهناك طائفة أخرى هم المجبرة الذين اعتبروا الإنسان لا دخالة له في أعماله إطلاقا كل أعمال كل الأعمال التي يقوم بها الإنسان إنما هي بالجبر يعني الله سبحانه وتعالى شاء مشيئة حتم أن يصلي هذا الإنسان المؤمن فلا يقدر أن يترك الصلاة مجبور وشاء أن يعصي فلان فلا يقدر أن يترك العصيان هؤلاء المجبرة المفوضة استدلوا بآيات والمجبرة استدلوا بآيات أخرى الثقل الثاني اللي هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام جاءوا وفسروا الثقل الأول الذي هو القرآن والكلمة معروفة عن أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين هل أنت مجبور في أعمالك هل أنت مفوض في أعمالك الجواب إذا أنت مجبور في أعمالك فلا معنى لعقاب العصات يعني إذا فرعون هو مجبور على الكفر مجبور على الظلم إذا عوقب على كفره وظلمه فهذا ظلم والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد يعني مثلا هذا المثل المعروف إذا شخص من الأشخاص كتفوا وألقوه في الماء ثم يعاقبونه على أنه لماذا تبلل بالماء هذا الظلم ليس ظلم هذا الظلم والله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء فإذا قيل بالجابر فلا معنى للعقاب لأن العقاب يكون ظلما حينئذ وإذا قيل بالتفويض معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا دخل له في مملكته الله سبحانه وتعالى كل هذا الكون ملك له وهو المالك بالذات فأنت بالتفويض تريد أن تعطله عن ملكه لا دخل له في أفعال العباد الصحيح أمر بين الأمرين يعني هناك الله سبحانه وتعالى قدر قضى شاء أذن عين أجل ومجموعة من الأمور الأخرى مذكورة في هذا الحديث الشريف الذي الآن سنقرأه بالنسبة إلى كل شيء ولكن في الوقت نفسه جعل الإنسان مختارا فلا هو تفويض كامل ولا هو جبر كامل يعني الله سبحانه وتعالى شاء أن يخلقك لولا أن الله خلقنا هل كان يمكن لنا أن نقوم بالأعمال كلا خلقنا لم يكن باختيارنا الله سبحانه وتعالى جعل لنا القدرة على الطاعة أو القدرة على المعصية هذه القدرة ليست باختيارنا يعني الآن أنت تتمكن من أن تصلي أو فلان الفاسق يتمكن من شرب الخمر هذا التمكن هل أنت جعلته في نفسك كلا الله سبحانه وتعالى جعله الله سبحانه وتعالى قدر أمور الكون وقضى له قضاء وقدر كل هذه موجودة بالنسبة إلى كل فعل من الأفعال لكن لك الاختيار أيضا في أن تفعل أو أن لا تفعل فمجموعة من المقدمات مو باختيارك وهناك مقدمة من المقدمات باختيارك لذلك يصح العقاب على العمل لماذا؟ لأنك قمت باختيارك وفي الوقت نفسه الله سبحانه وتعالى ليس معزولا عن مملكته لأنه قضى وقدر وشاء وأذن وعين كتاب وعين أجل لكل هذه الأمور إذا نمثل فهذا مثال عرفي لتتضح الفكرة أفرض واحد مجرم الحكومة تريد أن تعتقل هذا الإنسان المجرم مثلا يفسح له المجال للسرقة مثلا يفسح له المجال هم يراقبوه هناك شرطة مخابرات كاميرات تراقب هذا الشخص يفسح له مجال لكي يرتكب السرقة يخبروه مثلا بشكل غير مباشر أن البيت الفلاني هذا البيت فارغ من السكن وفيه أموال ويعطون عنوان ذلك البيت فهذا يأخذ العنوان ويروح إلى ذلك البيت طبعا مراقبة دائمة موجودة ويبدأ بالسرقة ثم ينقضون عليه ويعتقلونه زيان في هذا المثال من الذي أخبره بأن هذا البيت فارغ الجهات الأمنية مثلا لغرض من الذي أخبره بأن هذا البيت فيه أموال من الذي أعطاه هذا العنوان من الذي مهد له الجهات الأمنية لكن هل هو كان مجبور أن يذهب ويسرق لا ما كان مجبور لو هم ما كانوا مخبري بالبيت ما كان يتمكن من السرقة من هذا البيت لعدم علمه لو ما مخبري بأن في هذا البيت أكو فلوس ما كان يسرق يمكن أحيانا يهيئون له سيارة مثلا يهيئون له تاكسي من حيث لا يشعر لكن حينما ذهب إلى السرقة هل باختياره أو بإجبار ما حد جبرة كان يتمكن أن لا يذهب لكنه باختياره ذهب وسرق فإذا اعتقلوا في حين الجرم المشهود وجابوا إلى المحكمة ما يتمكن من الاعتراض بأنه أنتو خبرتوني بالبيت وخبرتوني بوجود الأموال في البيت وأنتو اللي هيئتوا لي سيارة تاكسي مثلا أو السيارة فلماذا الآن تعتقلوني يقولون صحيح إحنا خبرناك بكذا وكذا وكذا وهيئنا لك كذا وكذا وكذا لكن هل جبرناك؟ إحنا ما جبرناك بل السلطة حذرتك الدولة في بياناتها مثلا في الإذاعة والتلفاز تحذر بأنه سنعاقب المجرمين سنعاقب السرقة السراق فأنت باختيارك ذهبت وسرقت هم محدوا لك المقدمات لحكمة يردون يكتشفون عصابة هذا الشخص يعلمون بأنه سارق لكن ما عندهم دليل فالآن يردون يقبضوه بالجرم المشهود يهيئون إلى أحيانا السلطات الأمنية تفعل هذه الخطوات إذا هذا التضح في هذا المثال الله سبحانه وتعالى حكيم بحكمته خلق الناس بحكمته بيّن لهم طريق الرشد وطريق الغي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى بحكمته أقدر الإنسان على الطاعة وعلى المعصية هذه بحكمته لو الله سبحانه وتعالى كان يمنع الناس بولايته التكوينية وبقدرته من ارتكاب المعاصي ما حد يقدر يتكب معاصيه فإذن الله سبحانه وتعالى مهد المقدمات لفعل الخير ولفعل الشر وجعلك مختارا جعلني مختارا فإذن لا هو جبر لأن اختيار موجود تتمكن من فعل الخير أو فعل الشر وفي نفس الوقت ليس هناك تفويض كامل الله سبحانه وتعالى هو الذي يمهد المقدمات لكي تتمكن من أن تختار الخير أو تختار الشر جزيلا إذا نراجع للآيات القرآنية نشوف أن الإنسان مختار قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها يعني أنت باختيارك تزكي نفسك بعملك الصالح بعقيدتك السليمة وقد خاب من دساها الذي بسوء اختياره يختار العقيدة الباطلة أو العمل غير الصالح فإذن هذا الصنف من الآيات القرآنية تبين أن الإنسان له الاختيار لكن هناك آيات أخرى تبين أن كثير من المقدمات هي بإذن من الله سبحانه وتعالى وإرادة منه مثلا وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين أنت تشاء تشاء أن تصلي أو فلان يشاء أن يعص الله سبحانه وتعالى هذه المشيئة التي شاءها المؤمن أو شاءها الفاسق هذه لأن الله سبحانه وتعالى شاء شاء أن تكون مختارا شاء أن يكون مختارا الله سبحانه وتعالى شاء أن يرسل شريعة بواسطة الأنبياء حتى يتبين لك الرشد من الغي الله شاء أن يعطيك عقلا وفطرة لكي تميز بين الحق والباطل فالله شاء بأن يخلقك بأن يجعلك مختارا بأن يرزقك عقلا يميز بين الخير والشر أن يرسل شريعة لكي يتميز المطيع من العاصي فبعد أن شاء الله هذه الأمور وشاء أن يقدر الإنسان على العمل ذاك الوقت الإنسان هم يشاء الخير أو الشر وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين المجبر شلون يفسروا يفسروا أن الله يشاء وأنت تصير مجبور إذا أنت تصير مجبور أنت ما شئت ذلك فالصحيح أن الله شاء المقدمات هيئها ومن المقدمات أن جعلك مختارا يعني الله جعلك مختار فإذا أنت باختيارك أطعت الله وعدك الجنة وإذا ذاك باختياره عصى الله أوعده بالنار مثلا فالمشيئة تدل على يعني الآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى شاء جميع ما يقع في هذا الكون لكن بلا جبر الله سبحانه وتعالى أراد له إراد إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون الله سبحانه وتعالى أراد لك أن تكون مختارا الفرق بين المشيئة والإرادة ذكرناه في الحلقات الماضية بس بشكل مختصر نشير أن العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه يذكر في حديث من مرآة العقول في شرحه هناك أن المشيئة يمكن أن يراد بها ما كتب في اللوح المحفوظ هذه المشيئة والإرادة تهيئة المقدمات القريبة مزين الله سبحانه وتعالى له قضاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله سبحانه وتعالى له تقديرات إنا كل شيء خلقناه بقدر الله سبحانه وتعالى يأذن له إذن كما في قوله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله الله سبحانه وتعالى يعين للأشياء أجل لكل أجل كتاب فإذن الله سبحانه وتعالى ليس معزولاً عن مملكته مو مثل فتبناء إجابنا هذا الصرح والآن البناء صار لسنوات طويلة ميت وهذا الصرح موجود أو مهندس صنع معملاً والآن سنوات هذا المهندس مثلاً ميت أو محال التقاعد وهذا المعمل ليسير كلا الله ليس هكذا الله سبحانه وتعالى مهيمن على الوجود كله أي حركة أي سكون في هذا الكون إنما هي ضمن ملك الله سبحانه وتعالى ومالكيته للأشياء أجمع فلذا في الحديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وفي حديث آخر عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يقول الإمام الصادق هذا الحديث الأول لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء أي شيء في هذا الكون هذا الكون الرحب الذي الله سبحانه وتعالى يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون الذي العلم الحديث علم الفلك الحديث اكتشف جانباً من عظمة هذا الكون قبل أيام كنت أقرأ تقريراً أن هذا الكون الذي نحن فيه بما فيه من المجرات عرضه 12 مليار سنة ضوئية يعني إذا من جانب إلى جانب آخر نذهب يطول 12 مليار سنة ضوئية وحركة النور في كل ثانية أكثر من 300 ألف كيلومتر في هذا الكون الرحب مليارات المجرات كل مجر فيها مليارات النجوم والشمس نجم من النجوم الصغيرة ليست من النجوم الكبيرة هناك نجوم آلاف المرات أكبر من الشمس وإننا لموسعون هذا المقدار الذي كشفوه وهم يحتملون أن هذا الكون اللي 12 مليار سنة عرضه يمكن يكون أحد العوالم وهناك يمكن آلاف العوالم الأخرى بمقدار هذا العالم الله يوسع كل شيء في الكون في الأرض في السماء ومن جبلة أفعال الإنسان هذا لا يكون إلا بهذه الخصال السبع ارتبط بصفات الله سبحانه وتعالى مو الله معزون على المملكته بحيث أنه يصير شيء بدون علم الله أو بدون إذن أو بدون قضاء أو بدون قدر كلا إلا بمشيئة يعني الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ ذكرنا فيما مضى أن الروايات تدل على أن اللوح ملك والقلم أيضا ملك وهناك لوحان اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات اللوح المحفوظ مكتوب متطابقا مع العلم الأزلي أما اللوح المحو والإثبات يمكن فيه البداء كما ذكرناه في الحاديث المرتبطة بباب البداء فإذن كل حركة أو سكنة أو وجود أو أي شيء يقع في هذا الكون إنما هو مسجل قبل أن يقع في اللوح المحفوظ في آية من القرآن الله سبحانه وتعالى يقول ما كم مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أصلاً قبل أن نخلقكم كل هذه المصائب سجلناها وغير المصائب يعني كل شيء مسجل في اللوح المحفوظ حتى أفعالنا يعني مسجل في اللوح المحفوظ أن فلان يصلي مسجل في اللوح المحفوظ أن فلان مثلاً يظلم كل هذا مسجل وكذلك سائر الأفعال المرتبطة بغير الإنسان مثل الحيوانات مثلاً والجن والملائكة وكذلك أي موجود حي ولو بحياة نباتية جميع ما يحدث وكذا ما يحدث في الجمادات وغير الجمادات أي شي يحدث بمشيئة وإرادة يعني الله سبحانه وتعالى تعلقت به إرادته يعني هو الذي هيأ المقدمات كما ذكرنا الإرادة هنا لأنها مقابل المشيئة ومقابل القضاء والقدر فبمعنى تهيئة المقدمات القريبة ذكرنا فيما مضى هذا المثال الله سبحانه وتعالى يريد أن يخلق زيداً زيان يريد يخلق يتمكن بدون مقدمات يخلق لأن الله على كل شيء قدير لكن الحكمة اقتضت أن يخلقه بالتدرج يهيئ المقدمات القريبة المقدمات القريبة مثلاً أبو يتزوج أمة ثم العناصر المختلفة التي متناثرة في الكرة الأرضية التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يشكل هذا الإنسان زيد من تلك العناصر هذه يجمعها من طعام من شراب الأب الأم يأكلان ينتقل هذا إلى صلب الأب وترائب الأم يخرج من بين الصلب والترائب ثم تنعقد النطفة ثم ينمو تدريجياً هذه العناصر المختلفة الله يجمعها إلى أن يولد فالله سبحانه وتعالى في كل شيء له إرادة حتى في أفعالنا بس هذا ما يسبب الجبر حتى أفعالنا يعني أنا اللي أصلي مثلاً أو أصوم أرتكب الطاعات أو واحد والعياذ بالله يرتكب المعاصي أو لا أعمال لا طاعة لا معصي يشرب ماي مثلاً ينام الله سبحانه وتعالى له فيه الإرادة لكن إرادته لا تجبر ذلك الإنسان لأن الله أراد أن يكون مختاراً وإرادة هذا شيء الثاني وقدر وقضاء الثالث والرابع القدر والقضاء هذه كلمة معروفة دائماً في السنة في السنتنا في القرآن في السنة موجودة قضاء وقدر القضاء بمعنى الحكم التكويني الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الكون مجموعة قوانين الإنسان محكوم بتلك القوانين هذا قضاء الله سبحانه وتعالى القدر يعني أعطى لكل شيء حجماً خاصاً هذا الحجم المقدار هذا هو القدر مثلنا مثال طائرة فيها وقود بمقدار خمسمائة كيلومتر هذه الطائرة تطير وصل إلى خمسمائة كيلومتر نفذت الوقود إذا نفذت الوقود هذه الطائرة تسقط سقوط الطائرة قضاء وقدر لماذا؟ لأن الطائرة محكومة بقوانين الجاذبية إذا تريد تخرج من قوانين الجاذبية لازم يكون عندك فعل يضاد الجاذبية مثل الطيور بحركتها باستفادتها من الحواء وبحركة أجنحتها تقاوم الجاذبية الطائرة بمحركاتها وبتصميمها تقاوم الجاذبية لكن إذا الوقود انتهى المحرك يقف يقف إذا وقف المحرك ماكو قانون يحكم على الجاذبية بحيث أنه يضاد الجاذبية فهذه الجاذبية تعمل عملها زين هذه الجاذبية من جعلها الله قضاها هذا قضاء من الله سبحانه وتعالى زين لماذا الطائرة سقطت لأنه الوقود انتهى يعني قدرها حجم الوقود الذي كان فيها كان بمقدار خمسمائة كلمتر انتهى فقدر هذه الطائرة هو السقوط طبعا احنا بالنسبة للقضاء والقدر ان شاء الله في الحلقات القادمة سنفصل أكثر لكن المقصود هو أنه لا يوجد شيء في الكون إلا بقضاء وقدر من الله حتى أفعالنا لكن هذا ما يسبب الجبر لأنه قضاء موجود قدر موجود اختيار كم موجود بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن إذن يعني إيجاد الله سبحانه وتعالى يوجد الشيء اللي في الحديث الماضي كان معبر عنه بالإمضاء وكتاب لعل المراد بالكتاب هو الكتاب في اللوح المحو والإثبات المشيئة اللوح المحفوظ الكتاب لوح المحو والإثبات الذي فيه البداء وأجل الله سبحانه وتعالى كل شيء له جعل تاريخ انقضاء كل شيء الشمس والقمر الآن إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت أسمى ما يقول علماء الفلك بعد أربع مليارات سنة الشمس تنتهي طاقتها فتنفجر مثلا يعني في البداية ضوءها يخفط إذا الشمس كورت ثم بعد ذلك تنفجر زين لها أجل لكن هذا الأجل طويل الإنسان هم إلى أجل يمكن عشر سنوات عشرين سنة خمسين سنة ميت سنة مئة وعشرين سنة حسب اختلاف أعمار الناس التي قدرها الله سبحانه وتعالى يمكن هم إنسان مثل نوح الله سبحانه وتعالى يقدر له ألفين ألفين وخمسمائة عام فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام هذا قبل الطوفان وبعد الطوفان ألف وخمسمائة وخمسين سنة حسب ما يظهر من بعض الروايات أو قدر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الآن أكثر من ألف ومائتي عام وإلى متى الله سبحانه وتعالى قدر له فهو في علم الله سبحانه وتعالى بعدين الإمام يقول فمن زعم أن يقدر على نقض واحدة فقد كفر هذه الأمور يعني المشيئة والإرادة والقدر والقضاء والإذن والكتاب والأجل هذه كلها مذكورة في القرآن الكريم إذا الإنسان أنكر هذه الأمور وهو ملتفت إلى أنه رد للقرآن الكريم فقد كفر لأن رد القرآن الكريم هو تكذيب لله سبحانه وتعالى ومن يكذب الرب فهو كافر وكذلك تكذيب للرسول ومن يكذب الرسول صلى الله عليه وآله كافر في حديث آخر الإمام موسى بن جعفر يقول فمن زعم غير هذا فقد كذب على الله أو رد على الله عز وجل هذا الإنسان إذا زعم أنه ماكو مشيئة ماكو قضاء ماكو قدر هذا يكذب القرآن وإذا نسب هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فقد كذب على الله سبحانه وتعالى نسب الكذب يعني كذب كذبا ونسبه إلى الله سبحانه وتعالى افترى على الله إذن إذا هذا ملتفت إلى أن هذه موجودة في آيات قرآن يومع ذلك يردها فهو كافر إذا نسبها إلى الله إنكارها نسب إلى الله فهو مفتري على الله سبحانه وتعالى وهو راد على الله سبحانه وتعالى وهو راد على الله كافر كل هذه الأمور في كل الأفعال موجودة لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن تكون مختارا فلذا عملك يصير باختيارك الله قدر لكن ليس تقدير حتم قدر إذا أنت شئت وإذا أنت لم تشأ الله سبحانه وتعالى لم يقدر الله شاء أن تكون مؤمنا لكن أن تكون مؤمنا باختيارك وأن لا تكون كافرا باختيارك فإذا الإنسان بسوء اختياره صار كافر فهذه البشكلة منه فيصح العقاب عليه إذا مقدمات متعددة إحدى تلك المقدمات كانت اختيارية فالعمل يكون اختياريا مثلا إذا واحد كتفه وسحبه بالقسر وصله إلى باب بيت والباب مفتوح ثم أطلق أو سراحة قالوا له إن شئت دخلت البيت وإن شئت لا تدخل البيت إذا دخل إلى البيت هل دخوله إلى البيت يكون باختياره نعم مع أنه أكثر المقدمات لم تكن باختياره حينما أخرجوه متكتفا وسحبوه سحبا هذه مقدمات للوصول إلى البيت كل هذه المقدمات لم تكن باختياره لكن الخطوة الأخيرة كانت باختياره وحيث أن الخطوة الأخيرة باختياره فدخوله إلى الدار يكون باختياره الله خلق الإنسان مو باختيار الإنسان مخلوق أعطاه القدرة مو باختياره هو قادر وهيئ له وسائل الطاعة وسائل المعصية مو باختياره وسائل الطاعة وسائل المعصية جعل قوانين تكوينية أنه العنب يصير خامر هذا مو باختيار الإنسان هاي القوانين التكوينية كل ذلك ليس باختيار الإنسان لكن يمد إيده ويشرب الخمر والعياذ بالله هذا باختياره هاي المقدمة باختياره صار عمله اختياري الله سبحانه وتعالى جعل المقدمات كلها الإنسان يقوم ويصلي باختياره فعمله صار اختياري فلذلك يعاقب على العمل أو يثاب على ذلك العمل نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة